السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله رح نخدمه الوصفة اللي دارت الضجة في التيك توك يعني صراحة ما كشبه لك وحده شافتها في تيك توك و ما تشاهدهاش اللي هي البوريتو نمو اسمه حكا البوريتو الميكسيكي يعني هو يشبه للطاكوس من الداخل يخدمه يديروا له الراز يديروا له اللوبيا و انا خدمته لكم على طريقتي و ان شاء الله يعجبكم نبدأو بسم الله احنا نبدأو بخبز التورتيلا وش نسحقو فيه نسحق فيه زوش كيسا لما يكون دافي ساعة الكاس 240 مليلتر و ماذا بكم هاد الوصفة كتحبو تديروها نوضولها بكري مع هاد سخانة رح تنحرقو في الفقف في الكوزينة ولي تحب تشريه واجد تشريه واجد مغرفة صغيرة خمينة الخبز مع مغرفة كبيرة تاع السكر يكونوا في زوج ممسوحين نخلط كلش كيف كيف رح نضيف عليهم اللحنا مغرفة كبيرة تاع اللحظة اذا انتي ما عندكش اللحظة وش رح تديري ديري كاس تاع الماء مع كاس تاع الحليب دافي في هاد المرحلة رح نضيف زوش كيسان سميد يكون الرطب كامل لازم يكون هادا كالرطب كامل هاد الشكل ونخلط بالفوي ومن الاحسن قلتلكم هاد الوصفات نوضولها مع عصباح مع السبعة هكاك ستة عصباح باش ما تقتلكم ش هادا كسخانة نجيل نحنا نورمال مو نخدم بالبراميكسر ولا بالروبو ولا بالبلندر باش خدمتو كي ما تحبو وانا درتها في البلندر كما كنت شوفو رح نميكسيها مليح ونعود نولي معاكم وهذا هو القاوم ديالها شوفو كيفاش تجي شوفو هادو كل حوبيبات تعتقيقي ينطحنو كامل المليح بهاد الشكل في هاد المرحلة رح نضيف عليهم مغرفة صغيرة تاع الملح ونبقى نضيف الفارينة حتى نحصلو على العجينة تكون شوية طريقة بالنسبة للفارينة اخدتلي حواليزو كيسان ونص وانتو مع لحسب نوعية الفارينة يعني ضيفو شوفو حتى تحصلو على القاوم تكون شوية متلوقع للقاوم تعلم سمن وسمحولي على صوتين راني في حالة راني مغلوقة يعني راني نهضرب بالسيف بهاد الشكل شوفو شوفو العجينة اللي تحصلنا عليها نتحصلو على العجينة هيلة كاخر خطوة في العجينة رح نضيف عليها مغرفة كبيرة تكون ممسوحة مارغارين انا استعملت مارغارين ديما يعني صراحة مارغارين ديما حاجة لي تعجبني فيها ما فيهاش كامل الريحة يعني متجيكم ش تريح وتاني دوقتها بزاف منهن نجيل احنا ندخل هديك المغرفة كبيرة تاع المارغارين ممليح في العجين ديالي وندلكها شوية معلو ولا تحسوا بلي العجينة ديالكم راح يتخسرت ونباك راح تعاود طمر وحاو تولي لكم عجينة هيلة يعني المغرفة هديك تاع المارغارين ستخلي للخبز التورتي اللي تعاني يجي طريق وما يبش كامل مع هديك المغرفة صغيرة تاع الخميرة نحطها في فلغي سيبيون خليها تريح مدة اربع ساعة حتى نص ساعة خلوها تريح مليح بش مدلكم الطوع في الخدمة بعد ما مرتلي حوالي نص ساعة كان عندي شغل خليتها نص ساعة عاود وليتليها نكسلها الخميرة هديك تلقوها شوية طلعت ماشي بزعف نحطها على طاولة العمل احنا نقسمها على 12 كوايرة احنا نضيف شوية زيت في يدي باش ما تلسقليش العجينة راهي شوية طريقة وهذا الشكل وراح نخدمها بالحلال يعني نحلها بالحلال بهذا الشكل ونستعين بالفارينة لازم الفارينة سينو متقدروش كامل تخدموها بس كو العجينة تجيكم هاي لا سختوا اذا استعملتوا السميد مليح لبنات العجينة تجيكم ما شاء الله ونجي الهنا نقطحها يعني نقيس على حسب طبسي ولا اغطاها كتاكش حاجة ليسانسية الحجم اللي تحبوه وناصيحة واحد اخرى لو كانت قدرو كيفاش تديروها على شكل دائري يعني تديروها مدورة احسن من اللي تقطعوه يقعدون لكم هادو كليشوية تعودوا تخدموهم انا تبالي يديروها على شكل دائري وطيبوها دفعة واحدة شوفوا اللي احنا كيفاش نطيبها النار تكون متاوسيطة وقعد نقلب فيها حتديلي هادو نبابل كينشوف هادو نبابل وثاني دارت ليو حد النيقات حمورة فهديك المرحلة راح نحيامت خلوهاش تنشف بزاف بس كو حنزيدو نطيبوها من بعد اللي احنا طيبتهم كامل شوفوا يعني يجو مشاء الله مشي كامل بنات يعني ما زلني نطيب دوكا شوفوا هايلين 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 يجو كامل قد بعضاهم ويجو بزاف خفاف شوفوا يعني نطويهم كيما نحب ما يتخسروا ما يسرى لهم والو اللي سانسيال ديروهم داخل طرشونة غيرت من المقلة للطرشونة وديروهم داخل ساشي نحطهم دوكوتين جل هنا للحشب في مقلة عندي شوية عزيت يعني درت شوية عزيت راح ندير حوالي نص حبة كبيرة تعال بصال مقطع هاكا قطع صغيرة جدا راح نضيف عليهم كمية تعال فيونداشي معدكم شو فيونداشي ديرو بولي عاشي عادي البناتاني كيجيكم هايلة نضيف عليهم شوية تاع الملح شوية فلفل اللي كحل وتاني راح نضيف عليهم غرفة صغيرة فلفل عكري تكون مع مره مليح وانتوما إذا استعملتوا بولي عاشي وش راح تديرو زيدو وضيفو ليزي بيس اللي تحبوهم أنا كيستعملت الفيونداشي محبيش نخلط فيه بزاف البولي عاشي تقدروا تزيدو ليزي بيس اللي تحبوهم زيدوهم نضيع للنار حتى وني يتقلالي ويطيب لي مليح بهذا الشكل شوفو الهنا سايرة هو طب وش راح ندير راح ننحيه وفي نفس المقلة شوفو الهنا من احسن هاد الوصفة خدموها في مقلة تكون مليحة راح ننحي هادك الفيونداشي نخلي هادك الزيت اللي الداخل وش راح ندير راح ندير الهنا مغرفة كبيرة مارقارين ندير مغرفة كبيرة مارقارين ديما ننسيه كيفاش ندو بها كامل في هادك سخانه تاع المقلة نضيف عليها حاولي زوج مغرف كبار تاع الزيت وراح نضيف عليها ارباح حبة تاع بصل مقطعها رقيقة كامل مع ثلاثة فصوص تاع الثوم ونديهم على النار حتوني تقلالي هادك توم مع هادك هادك البصل بهاد الشكل فهاد المرحلة عندي اللي احنا نصف كاس تاع الروز غسلتو مليح غسلتو شحان من خطرة نضيفو بهاد الشكل اذا انتو معايلة كبيرة ديرو كاس تاع الروز عنا نصف كاس كان كافي راح نضيف عليه شوية تعفل في الكحل شوية ولا مغرفة مع مرها مليح فلفل عكري الحلو وشوية تعراس الحانوت ولا الكوركم تحبو تديرو الكوركم ديرو الكوركم ونضيف عليه الملح هادا مش راح نضيف ووريقاته عن الرند وراح نضيف عليه زوج كيسان تاع الماء هادا الكاس اللي اول شوفوا البنت الكاس تاني ضفته ما صورتوش ما ضيفو زوج كيسان تاع الماء هاداك هو الروز تاعكم احي طيب لكم ما شاء الله مايجي مع الجن مايجيها كاك ماشي طايب يطيب لكم سوا سوا وتاني يغطيه واحد اللي احنا راه وطاب شوفوا يجيها هاي لانا هكا نحبوه منحبوش معجن وطايب هاداك اللي يعني طايب بزاف حتى ويني تعجل لا لا نحبوه هكا مزربع هادا كميه كبيره شوفوا اللي احنا يجي على حبه شوفوا ونجي لحنا في نفس المقلة وش راح ندير راح نزيد ندير لحنا مغرفه كبيره مرغانين ديمه هكا تكون مع مره مليح هادا الخطوه تقدروا تديروها على النار يعني دوبوا هاداك المرغانين على النار انا غير من اجل التسوير راح نضيف عليها مغرفه كبيره مملوه جيدا داع الفارينه ونزيد نخلط مليح هاداك المرغانين مع هاداك الفارينه وف هادا المرحله راح نضيف عليها زوشكيسان تاع الحليب هادا البوريتو يعني لابس تاعو الروز وثاني تكتريلوه لصص من الداخل باش يجيك هكا كمتخخخ لازم يجي متخخخ من الداخل هاداك لحنا نخدمه كميه كبيره من كريمة الجبن يعني هاداك لانا خدمه فيها هي كريمة الجبن درت لحنا زوشكيسان تاع الحليب راح نضيف عليهم شوية تاع الملح لبنات اللحنا الملح بالاكو انا ضفت الملح جاتني شوية مالحه انتوما ديرو حوالي هكا كربع مغرفه صغيره هادا مكن اعلاش باسكو حنضيفو لها الفرماج والفرماج نعرفوه باللي مالح باش متجيكو مش مالحه باش متجيكو مش مالحه ديتها على النار حتى وين عقدت لي شوفو كيف شولت يعني تجي خفيفه متجيش تقيله بزاف باسكو راهي سخونه راح نضيف عليها كميه تاع الفرماج انا استعملت القودة انتوما استعملوا اي نوعية تحبوها وزيت اللحنه شوية تاع الفرماج شوية فرماج تاع البيضون هاد السوس فخوماج قدمت كترول هالفرامج قدمت كون بنينه وقدمت كون لاكاليتي تاع الفخوماج بنينه راح تجيكم بنينه زياده ونجي اللحنه نضيها على النار حتى وين يدوب لهذاك الفرماج كامل وهدي هي صوس فخوماج تاعنا بعد ما عطابت شوفو جي مع اسلا جي بزاف بنينه احنخليها تبرد احنزيد تحكي مروحاك يتبرد نحيها من هاد المقلا ونضيرها في كاش حاجه ونخليها تبرد والله نكونو وجدنا كامل صوالح تاع البوريت وتاعنا ونجي اللحنه نبدو نعمروه فيه انا درت اللحنه زوج تاعها خبز التورتيلا يعني وحده فوق وحده كما راكو تشوفو هكا باش يجيني الحجم تاعها كبير يعني اللحنه سييد كيفاش الماكسيموم متاعين نخرجو كيما هو كيما اللي شفناه في التيك توك مي للأسف ما قدرتش نشكلو كيما هو ما هم يديروهم ندور انا تبالي بالليل بروبلا ما راهو في خبز التورتيلا مشي بروبلا بلكوما خبز التورتيلا تحوم يجي طريب الزاف يعني شفناهم كيكونوا ياكلوا فيه جاي بيض بزاف والطريق بزاف سيبوخصا يدور لهم حكاك ورجعوا لي في الكومنتر نجي اللحنه قدرت هادك صلصات الجوب ندير اللحنه هادك الروز على بالي بزاف منكم وحيقولوا لي الروز كيفاش يجي الدوق تاعه انا عجبني حسيته خفيف يعني الدوق تاع الطاكوس بالفريت ماشي كما تاع الروز تاع الروز يجي خفيف وكل واحد والدوق دياله ندير اللحنه كميه تاع الاف يونداشي بهذا الشكل ونزيد اللحنه شوية عشلاده مع طوماتيش والبصل قطعتهم ثاني لازم ديروهم بهذا الشكل هما تاني يزيدوا واحد اللوبيا نورمال مو اللوبيا جاية في الموف ان اللحنه زيت شوية زيته لكحل هكا قطعته بهذا الشكل ثاني مدلوت دوق اروعة ونزيد هادك لا صوص تاع الفرماج يعني قدمت كتري هادك صوص فخاماش قدم يجي كبنين زياده ونجو لهنا للمرحلة الحاسمة باش نغلقه يعني صراحة انا كيجيت نغلقه وتاني لهنا رابيت عليه شوية تاع الفرماج غلقته كما تاعكوس كما نغلقه نورمال هكا بركش تدو بزوج يدين بس كل حجم التحاره هو كبير هاد الشكل ودورتو بهذا الطريقة والاخرين درتهم يعني ورقة وحدة مبغيتش الريس كي بزوج ورقة تدرت غررها بالوحدة بها الطريقة عجبوني خير يعني يجوها كيجو صغير ورين يجو ملاح مش صغير ورين مزاف يعني هادي لو كنت قد يتكمليها تشبعي وحدة كيما هادك بلقها ما تقضيش تكمليها وتاني جي يكون متحوفة يعني تقدروا تغلقوها تقدروا تخدموها بكل سهولة نحن ديهم على المقلان دي لها شوية عزبدة ونعاود نولين معاكم في صحن التقديم وهذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي البوريتو المكسيكي جاء ما شاء الله يقطع لكم كمية ما شاء الله انا بالنسبة لهذا الحشو خدم لي ثلاثة صغار وزوج كبار يعني كامل خمسة وكنت عمرتهم شوفوا كي نقسمه لكم شوفوا البنات هو من الأحسن ما تقسميهش على زوج يعني تبدي تاكله ديراك بس كي تقسميه ما تقدش كامل تحكمي فيه تل مو يجي متخشخ من داخل ومشمخ ومشي كامل ناشف وبزاف ابنين يعني يعني غين سعف فيه شوفوا لي حبوا لي صندويتش ولا لي طاكوس لي جوا مشمخين وبنان وهكا معسلين من داخل غري يجربوا هاد الوصفة رح تعجبهم بزعف وفي الآخر مع لياغين نقولكم شكرا على المشاهدة الى وصفة لاحقة ان شاء الله سلام